جماعتكم معه لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في نجوم أفقام على كتاب السلام عليكم أعلم بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى هذه المرة هذه الحلقة هي أقوال أخرى بالفعل عن كل الأقوال التي تقال من كل قائل فيما يخص من واقع مصري ومحيط عربي وحتى عالمي على مستوى وسائل توصل الاجتماعي ليس هناك أكثر من أقوال الأراءة لانطباعات الأفكار الأخبار الشائعات الترجيحات التوقعات التنبؤات التشاؤمات التفاؤلات كل ده على صعيد وسائل توصل الاجتماعي إلى حد نهاء الرهيب فإذا بنا محتاجين من يتأمل هذا الواقع وقع وسائل توصل الاجتماعي وهذا المنتج اللي بيتأدن بشكل يومي ملياري إلى درجة بأن كاتبنا الإعلام الكبير الأستاذ محمد عبد الرحمن أهلا بك فإننا منورنا وقدم للمكتبة العربية أكثر من مرة كتبا تخص واقع الإعلام والصحافة وتوجهات الناس والسوشال ميديا لكن هذه المرة يقدم لنا كتابا مدهشا هو مدينة المليار رأيش عن عالم التواصل الاجتماعي وأمراضه وعن الأمراض الرقمية وشهوة وجهات النظر ما الذي حدث وكيف ننجوه طبعا الموضوع مهم للغاية لأنه إحنا تقريبا السوشال ميديا أصبحت يعني تتحكم في حياتنا بل وتحكم حياتنا من هنا سؤالي الأول اللي كتبنا الكبير السيد محمد عبد الرحمن الكتاب هل كتب على طريقة مقالات متفرقة جمعتها بين دفتين كتاب صدر عن دار دوم بالمناسبة بغلاف أنيق وأشيك للغاية ولا أنت كتبته جملة واحدة موضوع من عنوانه الأول إلى الأخير أولا شكرا لوجودي مع حضرتك أولا أنا ما بحبش أصلا حتة الكتب المجمعة المقالات إلا لما يكون يعني كاتب بيكتب على مدارسة نواة طويلة وزي مثلا أستاذ محمود عوض أو كده ومقالاته ينفع لها تتقري على في أي وقت لكن كتاب شمال محمود عوض يعني فيه صلاة عيسى وفي عاد الحمودة يعني اللي جعلت طبعا وفيه كامل الشناوي له يوميات أخيرة نزل مجموعة مقالاته المتفرقة على مدى ست سواع السنين تحفى من التحف يعني تشوفها أكيد لكن الكتاب ده كانه جزء يعني متطور من كتابي اللي قبل منه على طول البدو شرفت أنا كلمت فيه مع حضرتك اللي هو فلسفة البلوك بس هو الفرق هو أنه فلسفة البلوك أنا كنت بشوف لقطات أو يعني عجائب وغرائب موجودة على مواقع طوصل الاجتماعي وبكتب عنها تدوينة صغيرة متين تلتمائة خمسمائة كلمة لكن حسيت بعد ما خلصت الكتاب ده من ردود فعل الناس وبصراحة عشان نبقى عارفين يا سوش ميديا طبعا حاجة مهمة أو لا يمكن لسلجنة عنها خلاص وكتاب بس بيدعو إلى التقليل أو الاعتدال في التعامل معها الناس كتيرا بقى بدأت تقولي الاعتدال ده تعبيرك إنما هو التقليل الإنجليزي بالتقليل بالتقليل من شاء الله يا حضرك يعني يعني فرحان حالك قررت الكتاب قوي جدا ألاقي حد داخل يقولي الواقع دي كان لازم تبقى فلسفة البلوك حط الواقع دي في فلسفة البلوك اتنين حد تاني يقولي انت جايب سيرتي في كذا أو كده لأن احنا كلنا ده مستوحيم من التعامل مع الناس على السوش ميديا هو التعامل مرهق جدا يعني فبس حاولت أطلعه في مجهود بحثي فلما جيت أكتب ده تاني حاولت أن أنا يعني كان يعني الموضوع بدأ يتكون أن أنا مثلا موضوع الفراغ أن الفراغ ده هو سبب من أسباب الأزمات اللي احنا فيها كلنا فمع النشر حسينا أنه ما يفعلش يبقى كتاب معين عن الفراغ بعد شوية طب في كمان موضوع دي اتنشرته وقالت فانا وفصول لا لا كنا بنفكر دي مزد التعامل مع الدكتور أحمد السلامة في دون إنه نقض نفكر مع بعض إيه السكة اللي ممكن نمشي فيها كان عندي فكة كتاب تاني عن الأقوال المقصورة اللي هي يعني بنقراها وهي لا بتاعت ديستوفيسكي ولا بتاعت نجيب محفوظ فزي ما حكي قلت كده كل فكرة وأفكار دي حسيت إنها تنفع تبقى مرض رقمي لوحده فبدأت مشروع اسمه دليل الأمراض الرقمية عظيم وبدأت تكتب بقى فيه محفوظ عايزة سألك هنا تحديد عن استخدامة تعبير مرض لإنه إحنا مش خبرة نفسيين وخبراتنا أو مجال عملنا مش مجال التعليل نفسي ولا الطبي لكن إنت قررت إنه مرض مش ظاهرة يعني استخدامة تعبير مرض هنقول هي أي الأمراض طبعا لأنه لكل مرض مفصل تفصيلي وشارح كيف تراه مرضا يعني لكن استخدام تعبير أمراض السوشال ميديا من الظواهر الأمراض الرقمية ده ما فوش يعني شجاعة شديدة في إن أنا أصم هذه الظاهرة بينما أنا مش صاحب هذه الصفة التي تمنحني سك وصفها هو يعني كان نوع من محاولة إن أنا يعني أوري القضية وصلة لحد فين في عمقها إنه الموضوع مش مجالة ظاهرة زي ما حالك لو أنت فاكر إحنا كنا في التباليات والتسانيات في الصحافة نعمل عن ظاهرة التدخين في المدارس وبعد شوية نعمل عنها كذا تحقيق ونجيب الخبراء يتكلموا وبعد كده الموضوع بيتكسر وبتطلع مدة تانية ظاهرة الفيديو جيم إدمان الشات أو المطلع الشات حاسس إن الموضوع كان لازم نتعامل معه إن إحنا نبقى واقعين أكتر من كده إنه لا ده أقرب لمرض محتاج تخلص منه خصوصا إن الإدمان الرقمي اللي هو نتيجة كل الحاجات دي كلها بيصنف دوقات إنها مرض إنه في ناس بتصنف إن هي بتقعد ما تقداش تسيب الموبايل لمدة خمس أو ست ساعات متتالية وقبل النوم والحاجات دي كلها ده بتصنف إنه مرض صحيح بس بيصنفه علم النفس أو الخبير الطبي إنه كاتب صحفي يصنفه على هذا النحو ده معناني المساء الواصلة عندك لدرجة من الغضب على الظاهرة إلى حد إنك أنت حطتها في صفة المرض يعني وقاطع بمرضياتها عشان أنا بكتب من وانا قاعد جوة تايم لاين إنه طول الوقت طول الوقت قاعدين بنشوف تعليقات الناس وبنلاقي حاجات جريبة والموضوع كمان بيتطور يعني مش سابت يعني عارفت كان فيه منصة تلعت قريب لها شوف بقى النوع الثلاث تيام بنتكلم عنها وسايبين نفسنا لها خالص وبنتعامل مع آيلون ماسك وزوجر بيرج كاننا أهلي وزمالك وبنشجع ده ضد ده أنا شايف إن ده كله بيسحب كتير جدا من وقتنا ومن حياتنا بس أنا طبعا أنا بتكلم عن الموضوع باعتباره مرض اجتماعي أو يعني حاجة بتصبنا يعني زي مثلا اللي هو متعصب لفريقه ده مريض بتتعصب بس يعني أكيد مش ماشي في الشارع بيكسر بس هو يتصنف إنه حاجة ممكن تبقى كده لكن حتى مع الضار الناش ما كنوش حابه ليبقى ده العنوان بتاع الكتاب علشان ما يبقاش كأنه كتاب طبي أو تصنيفه برضو كعندهم رؤيا في ده فأنا قلت لهم أنا كنت ناوي أسمي المقدمة مدينة المريار نسمة لإن ده تعبير برضو لحد من المتخصصين هناك إن إحنا كأننا مريار بني آدم بنقصر في بعض كله بيخش يكلم كله طبعا المشتركين أكتر بكتير يعني وفعلا يعني إحنا فعلا منفتحين على أعداد كبيرة جدا من البشر وهي دي أزمة الحقيقية للموقع التواصل الاجتماعي فحولناها لمدينة المريار رأيي إنه كلنا بلهم قرأنا وكلهم عايز شهوة وجهة نظره هي اللي طب هم دايما في المحاكم علمونا إن إحنا نتكلم في الشكل قبل الموضوع فإنه لسه معاك في الشكل كلمة رأيي دي برضو تنطبق على الكلام اللي بيكتب على السوشال ميديا يعني هل دي أراء تساكنة رأي أراء ولا دي انطبعات خواطر كلمة رأيي دي زي لما يقول عمود رأي بنقول رجل يكتب رأيه وجهة نظره بنان على معلومات على وقاء على تحليل على خبرات فيفصرها سبعة في ربعمائة كلمة في ستمية في امتين إنما لما أقول رأيي في مية واربعين حرف في الزمان يعني أو في بوسط أربع سطور أو في كليك هل ده أقدر سميه رأيي هو يعني السوشال ميديا يعني وفارت ده لا هو مش رأيي طبعا لأن الرأيي لازم يكون متكون بنانا على بحث مسبك على أن أنت قريت كل وجهات النظر على الكلام ده كل وإحنا بنخش في معارك مع الناس على الصفحات طبعا تعبنا صعب أن احنا نخصص ناس يردوا إنك بتلاقي يردون لا يا فن هي مش كده أصلا هو ما قالش كده هو ما عملش كده هو ده ما حصلش قبل كده كل وكمان الأراء بطبيعتها متجددة ما يفعش تبقى أنت بتقول لي تعليق بتكتبوا بقالك ست سبعة سنينة عن نفس الشخص بنفس الأسلوب فطول الوقت ده مش موجود لكن السوش الميديا أميال أنه يبقى المليار انطباع مليار خاطرة إنما رأي منحته ثقل وقيمة علمية مش حقيقية ولا هو نقض طبعا يعني أنا أحبه من حضرتك بس هو زي ما حاجة بتقول هو كل أحد يقول لك ده رأي وخطأ شائع آه رأي وانحر فيه وخطأ شائع والأراء التي في على بروفايل لا تعبر عن كذا كتب زي كتابك وهو كتاب مؤسس يعني بكر بيكلم لسه بيأسس لمنعشة الظاهرة دي من بدايات يعني فده كان يهمني إنه يبقى موجود إنه دي مش أراء يا جماعة دي ما ينطبقش عليك المترأي هنقولها رأي تجاوزا يعني كالخطأ الشائع إنما لا يمكن أن ينطبق عليها رأي لكن أنا بقى هنا هزاكر ورأيش أراء بقى حقيقية أيها الأستاذ محمد عبد الرحمن كاتبنا الكبير في كتابه مش انطبعات أي الأراء تعالوا بينا للكتاب بعض الفصل لسه معا لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في إذن عدنا لدي أقوال أخرى إنه نناقش كتابا مهما للغاية كتاب المفروض ننشغل بيه جدا لأنه كأنه مرآة لحياتنا الآن علاقتنا بالسوشال ميديا انغمسنا فيها تورطنا فيها بشكل هائل ورهيب يصل لدرجة الإدمان والالتصاق يعني المرضي بيحتاج مننا أنه نقف نتأمل نشوف إيه الحكاية إيه اللي خلته وسائل الصوت الاجتماعي إيه اللي بتعمله فينا عشان كده لما يبقى فيه كاتب نابه زي الأستاذ محمد عبد الرحمن يعمل في مجال الصحافة والإعلام منذ سنوات ويدير يعني عدد من المواقع وعدد من الصفحات اللي حتى عينيه كويس ونبضه بشكل جيد جدا على واقع السوشيال ميديا يترجم ده فيه كتابة داخل فصول الكتاب فيها تحليل وتأمل وتفسير وتفصيل لمشكلتنا نحن كمجتمع خصوصا المجتمع المصري مع وسائل الصوت الاجتماعي ما لازم ننتبه لهذا الكتاب اللي هو مدينة المليار رائش سوز محمد عبد الرحمن في الأول بتقول اللي أنا أتكلم عنه ده لا يخص مصر وحدها بل كل المجتمعات في الدنيا وكل أمثلتك بعد كده تخص المجتمع المصري هل ده من باب التخصص ولا من أنه فعلا المشاكل تكاد تكون واحدة رغم أنه لا أتصور أنه الأمراض منتشرة بالتعبير بتاع حضرتك استخدمته بنفس الدرجة في كل المجتمعات هي طبعا أكيد بتتنوع هي في المجتمعات العربية قريبة من بعض أكيد لطبيعة العقلية العربية لكن كون أنه في حد يعمل كتاب عن التقليل الرقمي معنى أنه عارف أهمية الموضوع بتكلم فيه يمكن تكون التفاصيل مختلفة شوية ممكن تكون فيه حاجات تانية يعني بتضيع الناس هناك أو بتضيع وقتهم لأننا ساعد بنلاقي فيديوهات برضو غريبة وليها أهداف جنسية أو جيروا بلغات تانية موجودة وعملوا مشاهدات عالية جدا فدا أكيد اللي بيشوفها برضو مش بس إحنا يعني بتطلع هناك أكتر فالموضوع عام ولكن أنا خصصته على المجتمع العربي أو المجتمع المصري عشان ده واقع شجلي يعني وانا يعني عندي هواية هواية متعبة اسمها هواية تشريح البوروفيلات يعني وده دي اللي مزود لا خلّة شوية أنا يعني لا أنا يعني اللي هو يعني يعني إن أنا أنا عندي خمس تلالف فريند غير الفورورز ومعامل فورورز وهم دول كأنهم المجتمع اللي أنا بتحرك فيه العينة بتحتي فأنا مثلا في حد يمتابه على مدارسة نواة طويلة فطريقة كتابة البوستات واحدة بطريقة معينة بكذا معينة ولا نعرف شي عنه وعن حياة الشخصية والعكس حد حياته الشخصية كلها مشاع ما نعرفش وبشتالفين حد بيشاير نجاحات طول الوقت وحد بيشاير إخفاقات وإن أنا محبط طول الوقت فأنا الكتاب بتكتب بالطريقة دي إن كل مجموعة بروفيلات دي بشوف الحاجة المشتركة اللي بما بينها وبطلع بالمرض أو بالحاجة والزاهرة وابدأ أبحث فيه يعني الانتحال هنتكلم عنوان عنوان لكن برضو وإحنا نسى في إطار البحث كل الكتاب تقريبا عن المجتمع المصري وكيفية تعامل مع واسعة التواصل الاجتماعي لكن كل الإحالات على دراسات غربية مفيش ولا دراسة واحدة مصرية والعربية أغرطك بأنها قدمت لك جديد تحيل إلي يعني دايما علماء النفس اللي بتلم عنهم أجانب الكتب اللي تعرضت إلى شيء المقولة اللي انت مقتبسها عن كاتب كلها من عالم الثقافة الغربية للدرجات دي كليات الإعلام في مصر والأداب وأقصاب الاجتماع وما إلى ذلك ما تمتش بها جيز ظاهرة هو الجزء اللي أنا شوفته من الدراسات الأكاديمية اللي أنا سعد بشارك فيها كلها دراسات أكاديمية اللي هو تأثير الزكاء الاصطناية على غرف الأخبار تأثير السوشيال ميديا على اهتمامات الشباب النوع ده الدراسات دي معمولة للجامعة بس وأنا مع ترامل دا كاترة مش العينة اللي أنا أقدر أعتمد عليها في النتائج ما ضفت لكش يعني لكن لكن ما فيش التحليلات المعمقة اللي عاملها الخواجات في الموضوع ده يعني أنا أنا فجئت جدا أن مثلا الحاملة بتاعة طايم ويلس بند إزاي كيف تقضي وقتك دي من 2013 بره إحنا كنا لسه في 2013 هنا بقول يا سلام على الحرية اللي إحنا ودينا من الفيسبوك قبل ما يبدأ حد يتكلم فهما راحوا للوقت ده ممكن يكون هما راحوا له الأسباب اللي علاقة بالإنتاجية إنه أنت ومعظمهم طلعين من جوه الجوجل ومن جوه فيسبوك طلعين بقى يعني تعبنين من الحاجات اللي بقدموها للناس أو ضميرهم مقنبهم فبيعملوا الحملات المضادة إحنا هنا ما عندناش ده يعني إحنا نادرا لما يكون حد شغال في المجال ده يطلع يقول والله إحنا فعلا بنحط الأسئلة بالطريقة دي عشان الناس تجاوب عشان أخدنا المعلومة دي وطباها سلحامد يقصد أنه في مجموعة من العاملين وربما بعضهم من المؤسسين للظاهرة نفسها داخل شركات الوسائل تصبح اجتباعي فيسبوك أو تويتر أو غيرها انشقوا عن هذه الشركات وانزعجوا جدا من الضور اللي هم شاركوا فيه وسهموا فيه فبدأوا يعملوا كتابات منقضة وبتعالج الظاهرة دي وبتحذر منها وبدأوا يقدموا حلول بديلة وبدأوا يقولوا العيوب والأمراض ويحكوا الأسرار اللي اتبنت عليها السيد التواصل الاجتماعي السيد الحمد عبد الرحمن بيقول لنا ده غائب تقريبا كليا عننا في مصر لأن احنا مستوردين فإحنا لست معندلاش القدرة على نعمل ده ولما بنجيب الدكاترة بيتكلم وبكلم مخلص في الإدمان الرقمي بس ما بنتكلمش في التفاصيل ويمكن فيلم بيتر روبي اللي نزل قريب كنت سعيد جدا الناس داخلت الفيلم وقالوا ده اللي في الكتاب فده معنا ان بدأ الفنانين يهتموا بالموضوع ده وأنا كنت حتى مسكت شخصية فيلم بيتر روبي والإخراج بيتر ميمي وأظن اللي كنه مؤلفين شبان ريم القماش ومحمد الدباح أيها فهو أول تكسيد سينمائي للموضوع فاعتبر متأخر برضو شوية لأنه حتى في الأفلام اللي قبل كده كان بيجدوها في شكل إفية اللي هو البروجة اللي هو طالق برضو عندينا مشكلة للسينما بتعامل مع الزهور في الأول ان أنا أعمل عليها إفية أعمل عليها تريكة علشان نستقول ده شبه فلان اللي في الحقيقة يجد ده أول فيلم يكون في الحتة النقدية وإزاي تعرض الأبطال نفسهم للموضوع ده في الوقت اللي هل عندنا بلايك ميرور باية مؤسسة في مسلسل كلمة عن ظهور التواصل الاجتماعي والتأثيرها من سنين وبشكل كابوسي وبشكل يعني فدائما نحن متأخرين في نوع التوقيت واضحة بيننا وبينهم يعني اللي أجيب عن حضرتك أنه إحنا لحد الوقت في المجال الصحفي وإحنا بنحاول نصمم سؤال أو أي حاجة بيبقى كل هدفنا أنه يجيب ريتش ويجيب تواصل حتى لو المصدر هيتشتم حتى لو أنا لما يجي نتكلم على التريند أسألك في هذا الموضوع لأنه من هو المسؤول على التريند ده مسألة مهما للغاية لكن خصوصا من وقع خبرة عميقة لديك في هذا المجال خليني أبدأ بأول شيء أنت توقفت عنده وهو التواهم من حجمك وإحنا زمان أنا يعني ابن الثقافة المصرية وابن صعاليك الحياة المصرية يعني واحد من صعاليكها وحرفشها وإحنا صغيرين طول الوقت كنا منشوف المثقفين على هاوي اللي متصورين أنهم يستحقوا نوبل وما خدوهاش وتخلى من التشكي طول الوقت أنه ما خدوش حقوقهم أو أنه حدي طول الوقت اللي نضر سميع عبد السلام نابلسية ظاهرة يعني النرجسية العالية والأحساس بأنه يعلم كل شي دول أزوار كنا بنشوفها في الحانات ونشوفها في المقاهي ونشوفها في الندوات هل وسائل التواصل الاجتماعي سمحت لهذه النمازج أنها تسود في وسائل التواصل الاجتماعي هي تسود وتؤثر في أفكار الآخرين اللي ممكن يكونوا كان ممكن يتوجهوا بشكل أحسن لو ما شايفوش النمازج الإجابية دي النمازج السلبية لكن قريت شجله وخلص لكن عرفت مستوى أو لو عايز نوبل مش لازم تقولها كل شوية خليك خد وقتك فيها لكن تخيل حدك ده بقى عنده يعني مرفين وعنده خمس تلاف وبيقدر يكتب وبيبدأ مثلا يتبنى مجموعة فالمجموعة دي بتحس بولاء معين آلية آلية بقى إزاي يعني الشخصية المتوهمة دي بتعلن عن توهمها ثم في نفس الوقت تلاقي لها مريدين ومؤيدين وتابعين ومروجين دي آلية مهمة جدا لابد أن ننصد في اللحظات القادمة بعد الفاصل للأستاذ محمد عبد الرحمن وهو يفككها لنا لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في إذن عدنا عدنا إلى مدينة المليار رأي هذا عنوان كتاب الأستاذ محمد عبد الرحمن اللي بيناقش فيه وسائل التواصل الاجتماعي بأمرضها هو ما استخدمش تعبير الزواهر استخدم تعبير الأمراض الرقمية الأمراض الاجتماعية الأمراض النفسية والحقيقة لما تغوص في الكتاب ستجد ملامح وأعراض هذه الأمراض تطال الجميع وربما تصيبك أنت شخصيا في بعض منها وإحنا كنا متوقفين هنا عند فصله الأول اللي كان بيكلفه عن فكرة التواهم وكنت بسأله عن آلية أنه الشخصيات محدودة الموهبة أو متوسطة الموهبة أو المتواهمة هناك حاجة كبيرة إزاي بتلقى على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الاهتمام خصوصا أنه كمان يبدي نفسه كأنه حكم وقاضي محمد موهوب لا فلان ما بيعرفش يقرأ لا ده كتب ديف لا إيه ده يعني منين بيجيب القوة دي في أنه مهم ومنين بيحصل له فعلا عدد من المتابعين والمريدين لأن المجال بقى واسع أن الناس تقابل بعض أعداد بالألاف فيه كمان نوع من الكراء بقى بيحس أنه مميز لما الكاتب أو الشخص المعروف بيرد ويعلق معاه فده بيدي له نوع من الولاء أنه لا أنت كده يعني ممكن أنا لو أنا كدبت تعليق عند حد أشتر وما ردش علي وإنت ردت علي فأنا هبقى بتاعك يعني حتى كاتب بقى بتجارف أكل اسمه استرقاك الرقم يعني الناس اللي بتحس ده العمولية الرقمية أنه أنت يعني بتديني بريستيج أنا كمان مفتقده فهما بياتنين بيكملوا بعض أنا محتاجي يكون عندي جمهور بما لا يتوازى مع إمكانياتي يعني في الآخر الناس دي ما بتقراش كتب بعض يعني ما بيقراش كتب أو يخش وبيعتعامك بس بيتواصل معاه بيحول بقى هذا الشخص الموهوم أو المتواهم يعني منصته إلى بقى هجوم على الناجحين بشكل مبطن اعتراض على جوائز طول الوقت بتنقش موضوع الجوائز ده بشكل مقرر وممل بعض الكتاب بيتعرضوا لهجوم دائم اللي هو حتى لو أنت شايف أن هذا الكاتب لا يستحق ما وصل ليه أنت اجتهد ووصل أو اسمط عنه واسيب الإقبال عليها يا تراجع لو أنت حقيقي بعض الناس مش مدركة حجم موهبتها ممكن يكون موهوب بس مش بشكل كبير ممكن يكون مش محظوظ أنا مؤمن بعض الفن يعني بلازيكون فيه شوية حظ فتلاقي مثلا سيناريست ما بين العمل والعمل خمس أو ست سنين فطول الوقت ده بقى كلام على حاجة ما تنفزتش وحاجة تنفزت ولما عادت مع الفنان الفلاني ما قال ليش كذا هو مش عايز يتنسي يمكن ده كان بيحصل لكده قبل السوشيا ميديا أنه الناس فعلا كان بتتنسي لحد ما يلاقي حاجة جديدة وساقتا كان بيحاول يشوف الصحافة عشان تكتب عنه وعشان وكنا سعب بنعاني إحنا من الموضوع ده في الصحافة أنا بيجي فنان عايز حوار كل فترة عشان الناس ما تنسهوش لكن هو ده وقت بقى شمحتاج ده لأنه ممكن عن طريق بروفايلوي يبع عنده ترى تاربعة تلف فرند على شوية فولورز ينزل يحضر حاجات معينة يتصور أنا عندي مثلا خبرات إنه بعض الفنانين بيطلبوا يحضروا في مهرجانات معينة يطلبوا هم اللي بيطلبوا يحضروا ده وبعدين بينزل الصور كأنه هو اللي مدعو من يعرفون الحقيقة مش يعرفوا يعملوا ده ده أنتج إيه بقى أنتج متواهمين من الجيل الجديد اللي هو خلاص هو ده بقى لا قعد على الأهاوي ولا حسب أي حاجة هو دخل ما أنا كمان قدر أكتب قصة قصيرة ويجيل عليها لايكات فجابت حتة الانتقاد للنفس يعني دايما كل نسمع المبدأ الحقيقي بيبقى مش وصك في شغله محتاج ياخد أراء يعني لكن لا ده بقى اللي بيقعد يعيد مين علق لي ومين معلق ليش وأنا يعني قلت لك على قصتك حلوة يبقى أنت ليه ما قلت ليش فنقعد نلم بعض وأنا شفت ناس على مدار الستة وسبع سنين من الدراسة دي بيحصلوا من كماش تدريجي كمان لما بيطبقوا القواعد دي يعني بعنف اللي هو لو أنت معلقت ليش فبيبدأ يخسر ناس يعني بيبدأ الأول يم ويبقى كاتب ويطلع له كتاب واثنين عند دول ناشة طبعا زويرة عايزة تماشي الدنيا فهو بيقولك طب ما ده كتابي كويس وده لي عنده كتاب إيش معنى ده طلع في نير الثقافية يعني دول الوقت كده والنوع من الصخرية على هذا الموضوع وهم دول بقى اللي بيكتبوا البوستات بتاعت اللي مش بيتفاعل هعمل له يعني حتت بقى المراقبة بقى أنا الموضوع البوست ده بيستفزيني جدا اللي هو يعني كل شوية لاقي ناس كاتبة بوست إن أنا هشيل ناس ما تشيلهم منتساكت يعني يعني هي بتبقى يعني شيلهم منتساكت إيه مناط العقوبة في كده يعني ماش عارف وإنك لو لقيت الناس نفسك عندي يبقى أنا بحبك وأنا كذا 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 أنا بصراحة يعني معظم الناس اللي كاتبة بوستات دي أنا مبقلومش إنهم ما شلوني مع أني أنا كمان ما بتفعلش كتير عندهم بس أنا عارف إن هو مفعلش يشيلني عشان عارف إن أنا صحفي فهو كان يحتاجني لكن هو بيبقى عايز يعني يدايق بقى اللي هو يقدر يستضعفهم طيب سبحان من دي انطبق على من أطلقت عليهم يعني فنانين أو كتاب يعني من نسبة الموقت العادي بقى الطبيب المهندس الميكانيكي المحاسب المدرس اللي هو أصحاب الصفحات برضو وإلا بيكتبوا وبيتفاعل معهم الآخرون وإلا عندهم أراء برضو اللي هو ممكن يبقى مقرر إن هو وعس ضيمي ممكن يبقى هو فيلسوف في الإلحاد اللي هو أستاذ في الكيميا يعني وبيقدروا نفسهم بالمنطق ده إعادة رواية التاريخ وقدروا تكلموا عن التاريخ منين برضو بيجيبوا شجاعة الكتابة والإعلان عن الآراء دي ومنين بيجوا جمهورهم يعني اللحظة لا تكلمش إنا بقى على أديب أو كاتب أو فنان أحنا نتكلم هنا على مواطن قاعد في السهاج ولا في الزقزي ولا في المنوفي يعني من انخفاض التكلفة حاجة الخيصة خالص تبتفتح أكاونت ويبقى عندك ناس ومن من وفرة الوقت ده على طول وقت يعني أنا أنا ما شفتش مدرس بيدي دروس خصوصية متفاعلة على السوشيال ميدي أنا ما عندهش وقت فلكن فيه مدرس تاني خلاص هو بيتركبه برضو زي ما كنا الصحافة زمان يقولك فلان مدعي النبوة أو حاجة زي كده فهنا أدعي النبوة ليه عشان أتشهر ما أنا هفتح بروفايل وأعد أكتب حاجات غريبة وأكتب قراء وأجيب حديث وأجيب روايات وانشرها وكام ده كله بيحصل بقى عادة إنه في بوست بسمها كده بوست بيضرب كويس أول ما بوست بيضرب مع واحد أو اتنين بيحس بحاجة تاني خالص بقى إنه أنا تعرفت وأنا كذا وده بيعمل له إحباط كبير أول أو ده ما تكررش كتير وبيبدأ يكتب اللي يخلي يكرر النجاح بتاع البوست ده وفيه بقى بيحاول يجزب الانتباه لنافسه إنه يخش في التعليقات عند المشاهير ويكتب حاجات معينة عشان الناس تعمل له هو قد ويدخلوله طول الوقت أنا شايفها طحونة مش مفهومة يعني إن كل الناس عمالها تشجل نفسها وتدور إنها تعمل ده أنت بتحاول تفهمها في الكتاب يعني لما بنتكلم على بس هو لو الشخص ده اتشعر على محيط بلده أو قريته هو كده برضو مبسوط يعني ممكن إحنا بالنسبة لنا ده عنده ألف فرند وكذا لكن يعني أنا رحت إحدى إحدى القرى قريب فبدأت الناس إنك تعمل لي يعني قاد بل إن هم عندهم خمس تلاف فرند منين يا جماعة ده البلد كلها في أربعة تلاف فهو بس إحنا بنديف بعض وإنها تباهي بالأرقام صحيح ما سفين ده بقى من قادة الرأي يعني أقصد إنه كل مجتمع صغير أو كبير كل دايرة بما عندها قائد رأي لماذا باش دولة هم قادة الرأي يعني هم دولة اللي بيقولوا أفكار هم دولة اللي بيعملوا دعوات هم دولة اللي بيعملوا مبادرات وهنا دي النقطة إنه إزاي تواصلوا الاجتماعين بدل ما تتحول إلى إنه قادة رأي يعبروا عن أنفسهم ويبقى في نفس الوقت بقى قادة رأي دولة محليين وبتاع الحي وبتاع الشارع إزاي يفسد الأمر بإنه يخش على قادة رأي دولة بقى اللي هم متواهمين المتواهمين زي ما شرحهم أستاذ محمد عبد الرحمن لكن الفصل ده بيقولنا على فصل آخر عن الفراغ وأوقات الفراغ وإزاي إنه الفراغ يبدو نز خيرة الأولى لوحسات وصل الاجتماعي إزاي وفين وهل عندنا أكتر من الخارج وإزاي نعالج الموضوع ده كله كل هذا سنواصل في حوارنا مع كاتبنا الكبير الأستاذ محمد عبد الرحمن بعد الفصل لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في إزا عدنا لدي أقوال أخرى لدينا في إيه حوارنا مع كاتبنا للصحف الكبير الأستاذ محمد عبد الرحمن فيما يخص كتابه الجديد الرائع والمهم مدينة المليار رأي اللي هو مناقشة تفصيلية عن أمراض أو ظواهر أو أعراض رقمية أصيب بها المصريون أو المجتمع المصري الافتراضي على الإنترنت أو على وسائل التوصل الاجتماعي من مشاكل ربما يعني إحنا أصاد كاتب منغمس تماما في هذا العالم قدر على قراءته بشكل تفصيلي وتفسير ما يجري فيه بيقدم لنا خبرة حقيقية في التقاط أهم مشاكله عندنا نتكلمنا عن فكرة التواهم الشخصية التي تعيش حالة التواهم ودي قطاع واسع وممتد وجوه وسائل التوصل الاجتماعي لكن الحقيقة توقف أيضا عند فكرة قبل ما نتكلم عن الاجتزاء وقبل ما نتكلم عن فكرة الفراغ لأنه يبدو أنه زي ما قلت أن الفراغ هو زخيرة كل هذه الأعراض والظواهر والأمراض على وسائل التوصل الاجتماعي بس الفراغ زي ما أنت أيل برضو في كتابك عن كلمة أوقات الفراغ وكيف نقضي فراغ وأنه كان ذا تقليدي وموجود من زمان ومتنقش وفيلم أوقات فراغ وكل ده إلا أنه في المخصلة هذا تعامل جديد مع الفراغ إزاي حصل أن الفراغ هو المسؤول عما نعانيه من أمراض اجتماعية ونفسية في وسائل التوصل الاجتماعي وطبعا كانت بداية إن أنا إن ده يبقى فاصل أو زي ما كان يبقى كتاب لوحده إنه في ظواهر كتيرة أو في حالات كتيرة شفتها كان تفسيرها الوحيد إن البني آدم ده بيوقع نفسه في مشاكل أو بيخفق في حاجات معينة هو الفراغ الفراغ يعني إنه عنده فراغ سواء فراغ نفسي فراغ عقلي فراغ من الأهداف فراغ من القدرة على الإنجاز مش فراغ وقت وعشان أنا أنا مكنش مصدر أضفت ده كمان فراغ وقت لأ أنا عملتي مقارنة إزاي نعف إن أنت عندك ده وقت فراغ ولا عندك فراغ وقت فراغ إنت حد بتقول والله أنا باشتغل بترية معينة فأنا هعود ساعتين كل يوم على النت أتسلة لكن وعمل شوية حاجات وممكن يبقى جزء من فراغ إن أنا أدخل أعمل شات مع الناس معينة بحبهم زي ما كان بيحصل زمان لكن لأن إحنا ما كانش النت معانا طول الوقت إحنا كنا بنشتغل وبنيجي في أوقات معانا نستخدمه لكن لما بقى معانا طول الوقت الوضع بقى مختلف وأنا أعتقد إنه يمكن لواش ناحش رجلالتنا في الصحافة شغلة بتعتمد على الإنتاج لازم أنا هبقى أنتج أكيد كن الواحد هيتعرض لده يعني كلنا متعرضين لده وأنا أكثر حاجة ممكن بتدقيني من نفسي لما لقى نفسي ماسك الفيديوهات الشورت الزغيرة دي وعندما أطلع 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 وأنا ناسي أنا كنت بيدور على إيه في الأول يعني وهو دي طب ليه؟ ليه بنعمل كده؟ برضو أأكد السهولة ده أولا في التحليلات لأننا قريتها للفكة الشورت والتيك توك والحاجات دي حاجة خمستاشر سنين فأنت حالك بتشوف أول أربعة دقيقة بس بعد كده بيو أربعين يعني في عشر دقايق بعد كده موضوع بيطول بيوجبع إيه جوانة يعني إحنا عندنا سواء أنا عندي فراغ فكري ثقافي فني ديني أي حاجة فاضي رجل فاضي أو عندي وقت فاضي فبملاه بالحاجة بتكلمني عنه في الكتاب إن أنا أدلق أراء هنا أو الانطبعات هنا أقعد أتفرج وأعمل إيه أسب أشتم ده بيوجبع إيه بقى هل بيملى فراغ عندي فعلا؟ لا أقول حاجة يعني عاملك شوية هو بيخليني محسش بمشكلتي يعني أنا لو ده مش موجود أنا بقاعد أنا لازم أعمل حاجة ده أفلان عمل ده كذا ليه هنجز لما عندي حاجة بتستقرقني حاجة بتديني شعور يعني بالحقوق بالانبساط بأن أنا شفت حاجة دمها خفيف لأن الحاجات دي فعلا في حاجة كتيرة جدا حد طالع مثلا بيحل الكلمة يقولك أصلها التاريخي إيه فماشي شفناها أنا بحاولة قوي لغة الإنجلزية لفترة دي فبلاقي ناس بيشرحون نطق كلمات معانا فماشي لكن بقى شوية واحد بيقلد واحد بيغني واحد بيعمل كاميرا خفية واحد بيعمل كل الحاجات الكتيرة دي كان زمان نقعد نتفرج على كاميرا خفية نص ساعة وخلاص على جنب وفي أوقات معينة في رمضان بس لا دي موجودة طول يقافك على الموجودة على السوشيال ميديا كتير ناس بتعمل في أوقات طولها طبعا تمثيل يعني بس بتتعمل صح في فيديوهات الناس على البلاج تقعد تتفرج عليهم الطبخ كمية الشفات اللي بقوا منتشرين على السوشيال ميديا وتلاقي الستان قولنا بس ألك هنا سيد محمد على الحاجتين على اللي بيعمل الفيديو دي يعني الولد اللي قاعد شغال على لقطة اللي لعب كورة وبينزل عليه أغنية يعني يبزل فيه جهد كبير وبعدين يقوم منزل ده راجل ما بيكسبش منه حاجة ده راجل بيملى واتفراغه أو بيعبر عن نفسه بطريقة فنية ما وراجل اللي بيتفرج عليه أنا عايزة أعرف ليه لاتنين بيعملوا كده يعني ليه أنت بقطع نفسك ثلاث ساعات عشان تطلع تركب فيه أيلو عادل الإمام على مضش كورة بين فلان وفلان يعني ليه طيب اللي بيتفرج ده خلاص هو واحد ما عندوش حاجة مهم يعملها وما عندوش استعداده نيجي على نفسه عشان يعمل حاجة مهم ولو قلت له طب اروح ادرس اللي درسوا خدوا ايه لو قلت له طب اعمل كذا انزل لعب كورة خلاص هو ده مجموعة حساباتها بتبقى أكثر هدوءا وما فيهاش يعني مشاهدات وبشوف حاجات قليلة لكن اللي بيعملوا كده أنا بختلف مع حضرتك لا هو عنده هدف هو معظمهم يا إما هدفه الكسب المادي يا إما هدفه انه يبقى مشهور انه يتعرف انه يجيله مشاهدات او انه شاف ناس بتعمل فيديوهات زي ديناك حتى بمجرب والسهولة بقى كل من الاول التيك توك بالذات التيك توك ثم بدأت بقى الفيسبوك والانستجرام والحاجات الجديدة بقى تتأثر بالتيك توك انه لا أنا هدفك شوية أدوات تخليك تعمل الفيديو في وقت أقل احنا ده هدفت حاكي لبقى بنعمل ستوري ممكن تنقل أغنية اللي لايقة على الستوري ده مثلا ما كانش موجود أول ما الستوري بدأ فهو عمال يزود الحاجات اللي تخليك تقعد هذا الشخص اللي قاعد فيه بقى جوه المشاركات دي مجموعة الأشخاص اللي بيفكروا اللي هو بيتمرض عليهم من الناس اللي احنا قلنا عليهم عندهم كدرة انه يخليك طول الوقت قاعد تتفاعل دايما النجاة بتبقى نجاة بقى شخصية ان انا اوقف ان انا اعمل ده ان انا قد نفسي الليمت بقى ده مش موجود اللي احنا هنتكلم فيه بعد شوية عن فكرة التقليل أو الاقتدال لكن واحنا برضو بنتكلم على مجوز انت تناولت وهو الاكتزاء احب والاقتباس فكرة بالمناسبة كل الفصول فيها اقتباسات في الأول بس منسوبة الأصحابة بعد التأكد منهم ما هو ده بقى الفكرة يعني هل انت ضد فكرة ان يقول ان رجيم محفوظ ده مقطع من الرواية هنا مثلا قافة حراطي الانسيان نجيم محفوظ فانت عايز مننا واحنا بنكتب ده على سوشال ميديا نقول المقطع ده رقم في صفحة رقم كام في كتاب رقم كام نتسبك من ده ولا انت ضد فكرة ان انا اخذ مقولات مأثورات طول عمرنا عم فيه المأثورات والمقولات ودي ابواب في الصحافة دايما ودي وده رجل عظيم زي أنيس منصور عمل كتاب كامل اسمه قالوا يعني من 10 كتب واجسرهم انتشارة قالوا فيعني ليه انت ضد فكرة الاحالة على مقولات مفاكرين فنانين شخصيات عبر روايات او عبر افلام ومسلسلات درامية هو اولا لازم يبقى المقولة اللي قايلها هو الشخص مش شخصية في رواية يعني ما يفعلش اكد حاجة من رواية مولانا واقول ان ده رأي ابراهيم عيسى ده قاعدة اساسية الناس نسيتها دلوقتي النقطة التانية احنا زمان لما كنا بنسمع كده متقفد حاراتنا نسيان قالها فين فاولا قاعدة حاراتنا طب ما نروح نقراها او نقرأ عنها او نشوف ريفيو او نشوف لقاء التلفزيوني لكن لو عملنا دهوقتي طلع رأي ممكن نلاقيه كتير جدا اللي بعارفين عن طريق السوشال ميديا ان اه نجيب محفوظ هو اللي قايل هو اللي كاتب مش قايل قافة حاراتنا النسيان فين بقى كواز فيه بقى اللي منتشرة دلوقتي بتاعت لا تجزع فقد يأتي الشمس يأتي الصبح بطموح الملائكة اللي هي جملة اللي هي في آخر الحرفيش انا شخصيا بصراحة يعني كنت قارتها قبل ما استوعب انها في الحرفيش بكا قارت الحرفيش يعني فا ده بيعمل نوع من يعني يعني لغبطة الترتيب المعلومات في المجل البني ازمي صحيح بس يقصد ده انت بترفضه وتنبزه برفو استجدامه اه انا برفو استجدامه يعني ان احنا نستخدمه في السياقات دي يا جماعة الجملة عجباك طول ايوة سعيد مهران اللص والكناب نجي مفهوظ يعني ويبقى فيبقى فكرة برضو اعلاء فكرة انه في جمل وتأملات زي الامثال الشعبية والمثال الشعبية هو جملة الشعوب اثرت انها يعني تعتمدها حكمة فيقولك في الوش المرايا وفي النفس يعني كويس حلو دي رغب عندين بس عنا بس نأسس لمرجعية الكلام اللي بنقوله ده مش اي هاقس لانه في هاقس كتير جدا بالعكس القاعدة والهاقس يعني كلام اي كلام مش حقيقي ما قالوش الشخصات دي خالص ومعزاك بتونس وانتو استجنب في السياقها وانا قديت مثال في الكتاب بكلمة اتدرينا ماه الوطن يا صفي انه كل واحد حزت له مشكلة في اي مصلحة حكومية يكتب على الفيسبوك اتدرينا ماه الوطن يا صفي قال لي يا حزت هذا كله الناس تقولوا ماه لك ماه لك كنت بجدد البسبور وتأخرت مثلا هي دي النقطة الموضوع بقى بيتحمل يعني بنحمل الجمل اكتر من طائطها بدون ثقافة ثقافة حقيقية او ندعو لان الجمل دي تدفعنا لثقاف حقيقية المفروض ان انا ادور واقرأ واكتب ومايقعدش استجدامها بتكرار كمان بتكرار من اكتر الامراض الرقمية مش موجود بس هنا طول الوقت بكلمنا عن منقول ومنقول كل التعبيرات دي برضو اللي هي الاقتباس اللي اصبح مباحا ومتاحا يعني بحيس انتهاك حتى حول الملكية الفكرية لسا معك لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم افقام ونجوم افقام تي في اذا عدنا لدي اقوال اخرى لازلنا في مدينة المليار رأي هذا الكتاب الممتع للأستاذ الكاتب الصحف الكبير محمد عبد الرحمن اللي بيناقش فيه قضايا وسائل وسائل التواصل الاجتماعي كيف امرضتنا كيف اصابتنا بالامراض انا نعيشت الاول ويكليها ظاهرة على اعتبار انه يعني مرض ده محتاج خبراء وطباء لكن الحقيقة من كثافة ما يحدث ومن ضغط ما يحدث يمكن انك انت تعتبرها امراضا وانت مطمئن لكن النقطة المهمة اللي طول الوقت الواحد بيلح عليها انه اراية التاريخ ودرس التاريخ مسألة مهمة جدا للمستقبل وانه مجتمع لا يعرف تاريخه مجتمع لا يمكن ان يقدم على مستقبل ولا صغير تعالج من اي مرض بيسألنا الاول عن تاريخنا الطبي المرضي الولدة كان عندها ضغط الاب كان عنده سكر حد في العيل عنده العيه ده اذا التاريخ شيء مهم من الغاية لما بفتح هذا الكتاب القيم لحضرتك ولايه كلامك عن الماضوية وتناول وسارة تصل اجتماعي للتاريخ بشكل ماضوي وبتحليل سلبي وبتعتبر انه من الظوار المرضية وهو كلام عن التاريخ وعن الماضي وعن استغراق فيه والتاقف عنده الجانب الايجابي العظيم في دراس التاريخ لماذا يتحول في وساة التواصل الاجتماعي الى جانب سلبي تدينه الى هذا الحد اولا البفاصل ده كان الاكتباس فيه مصري اللي هو التوفيق الدين ومحمد عبد المطلب فمش كله كان اجنبي لكن هو لا بس ده بش اختباس دي هو الفكرة في التكرار وفي الاستجدام ان اضايا لا تبرح يعني صفحاتنا بنعد نتكلم فيها بشكل مختلف بشكل مكرر وبنستجدمها من اجل ان احنا نعطل ان العجلة تمشي لقدام بلاش 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 ده يحصل عشان حصل قبل كده او اه نكتلف حوالين اي حاجة لان الشخص ده عملا بطريقة غلط لا يعني انت قلت امثلة بوضوح كانت نفسه عن جمال عبد الناصر وانه محل اختلف بتحدي تكلمت عن الخناء بتاعة انصار الصيف وانصار الشتر وبتعتبر ان والبكيني والبركيني ادارة الحوار ده بشكل موسمي او دائم اضاعة للوقت واضاعة للجهد بينما الكلام عن الزعمات ترخيزة عبد الناصر عن مصر الملكية ومصر ما بعد الملكية عن مصر يوليو ومصر فاروق ايه الاضاعة الوقت فيها اذا كانت ده هتدفع لمناقشة حقيقية لقراية لمعرفة مشاكلنا لمعرفة تاريخنا ما هو ده بيقوم على اسلوب العرب يعني احنا عندنا ناس على السوشيال ميديا في حان منهم كان نطيف عليك اللي هو شهدي عطية فيه طاهر عبد الرحمن دول بيخشوا في الارشيف وبيطلعوننا حاجات حتى سعب بتثبت لنا ان القضايا دي ده قضايا قديمة ده فيه بيجيب كاريكاتير بيجيب مقال نادر لهيكل بيجيب مثلا التابعي لما عمل المجالات الاخر الساعة كان اول حاجة ايه دي حاجات لطيفة بنعرفها بتفيدنا وبنعمل بيها مناقشات لكن ان احنا مثلا اول ما تيجي عيد الثورة او وفاة عبد الناصر او حد نازل بجملة معينة فيها نجد ممكن لو رجعنا بروفايله ايه كاتبها كل سنة دي اللي انا معترض على لان احنا ببنوصلش الحاجة يعني احنا هنوصل اواصل اجتماعي عندنا ما هي انا هنوصل اواصل ولا دي مجرد تفتيح وعناوين يعني انت شايف يا سيد الحمد انه كل الحوارات اللي جرت وليكن عن جمال عبد الناصر لم تترك لدى اثر لدى احد من المستخدمي السوشال ميديا وانه يراجع نفسه ما يمكن الكلام عن عبد الناصر السلبي ده صحيح او الايجابي ده صحيح يعني ان هذا الحد انت بتعتقد ان كل كلام الناس على السوشال ميديا هو كلام نهائي محسوم وما حدش بجرأيه ده ده بيتوقف حوالين الناس اللي بتستقبل هذا الكلام هل انا اعتقد ان النسبة يعني قليلة جدا اللي لما بتشوف الكلام ده بتروح تقرأ او بتحاول تغير او بتقول لا انا يعني انا ماينفعش بقى رأيي قاطعة كده او للأسف لا هو الموضوع لحد دلوقتي انا مش معترض ما فيه انصار للملكية موجودين على السوشال ميديا بس معترض على الخناقة اللي بتتكرر كل سنة وكأن الملكية ممكن ترجع او كأن عبد الناصر مثلا هنعيد تقييم مرة تانية تقييم الشعبوي ده الزمان كان الحاجات دي بتتعمل في ندوات كل واحد يقول كلمة حد يرفع ايده يعني احنا ما عندناش اوبشان ان حد يرفع ايده ويسأل على السوشال ميديا يعني عندنا ان انا هخش هكتبلك ان انا مختلف معاك وتضطر انك ترد عليه وده بيعمل جهد كبير جدا و رأيي مش عجبنا في الموضوع ده فتلاقي ناس اللي ضد ما ينفعش انا من اكتر عاجات اللي سفزني انه في صورة لي هو بيعمل تحية معينة فان التحية دي ان هو عملها وبعدين يعني انهزم في الحرب فكل واحد بقى كان اخفق في حاجة يروح منازل الصورة دي ولا كنا كنت حسس ان انا رايح النهاردة بدري بس لقيت الشغل قافل وانا فاكر ان انا هوصل اول واحد لقيت النهاردة اجازة وانا معرفش يروح منازل الصورة دي طب عبد النصر الزنبو ايه يعني ليه تدي انطباع للشاب عنده 15 ا 14 سنة ان الصورة دي مرتبطة بالهزيم فين صورة عبد النصر بقى في الانجازات اللي عملها ما بيش بكالي منك ناصري او كده انا يعني انا حيب عبد النصر بقيت بخاف اكتب ده يعني وانا وانا اللي صاحب اخاف يعني كويس ليه ما فيه انصار لعبد النصر يمجدونه ويعظمونه ويخلدونه بس في ناس تانية هتعملي انفولو هتسيب مش هتتبع بقيت مش هتتبع حسابي او ممكن تاخد مني موقف حاد عشان هما ضد وده السؤال بقى هل احنا بنبدي قراءنا بناء على ردود الافعال يعني هل وسط 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 تصل اتباعي ان انا ماقدرش يقول رأي احسن اصلي ده يزعل مني او ده يتشتر او ده يشتمني فده يودينا ان احنا كلنا نبقى انماط وقطعات احنا زي ملمكتر ارائي المختلفة دي بتنزل في الجرائد كان بتزود المبيعات مش العكس عالسوشيال ميديا ممكن البروفاقل يقفل ممكن يهاجبك في موضوع تاني يعني دي بقت مشكلة كبيرة وانا اعتقد ان دي اكتر حاجة بالخالي النخبة مش قادرة تمارس حريتها على مواقع التواصل الاجتماعي او بيمرسوا بقى الحرية المنقوصة اللي هو اهاجت في القضية بس من الجر ما خش فيها قوي اعلق عليها بشكل تاني يعني مشكلة كبيرة يعني بتخلي ده تقول لنقطة تانية انت متعرض لها وكاتبها وفاقية التريند وانه البعض هاول بس احرك حاجة هنا انه ده خلى انه انه هتناقش قضايا حقيقية يبقى مش عالسوشيال ميديا بقى والناس ما عندهاش وقت تتناقش إلا عالسوشيال ميديا فاحنا بقنا مزنوقين في الحتة دي انهم ما ينفعش اقول طب يا جماعة يلا نروح نعمل جروب احنا بقى مع بعض ونتناقش براحتنا من جير ما يكون في حد مختلف فبقى يتعمل جروبات لها شروط معينة بس انا لا يا سيد محمد لقيت بلاقي كتير فيديوهات نازلة دلوقتي ناس بيتكلموا باستفادة عن يوليو عن عبد الناصر عن ملك فاروق عن حضرة الفرعونية يعني ما بقاش كله قاصر على صحيح الجري على تويتر بكلمتين او بوست والتصفيق له في صفحة شخص طويلة من الزمن لانهما لازم الاول يخشوا على السوشال ميديا ويختلف هم بيعاملوش ده 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 تحول ايجابي موجود بس ماشي ببطء انه تعمل محتوى وبرضه فيه نقطة انك لازم تصرف عليه وبعندك كاميرا ومنتاج وتستحمل سنين طويل قوي وممكن يجي واحد ببسط كاذب يروح شادد ناس عليه الناحية تانية خلص صحيح وفيه فيديوهات جاذبة اه طبعا انا ما شوف اه بعض يعني الميديوهات اللي بتكلم على تاريخ السينما مثلا او تاريخ اه الاجتماعي في مصر او تاريخ السياسي كلام فارغ كله او من منظور متشدد من غير اي منظور كلام فارغ يعني مش لا مرضي عليهم ولا اساس والمشكلة اللهم ما بيقولوش كمان عما راجحهم خليني اروح الى التريند التريند هل بت هل انت فيه فيه سياسي بيقول حوار في برنامج تلفزيوني او في ندوة فالمحرر اللي موجود بيقططع من هذا الحوار دقيقة دقيقة او نص وينزلها في الموقع اه على اعتبار انه يعني ده المع مرأة في الحكاية ويتحول الكلمتين دولة اللي هو بيعتقد المحرر اختارهم لأنهم سخلين او صادمين او ايه فيتحول الى انه الراجل ده او ستة دي يتشتموا او ويبقى ترند انا عايز يسرى عن مسئولية السياسي او الكاتب او الناشطة على ترند هي مالها يعني انت في الكتاب بتكلم على الناشطة وحقوقية مارزة كانت بتكلم على انه ليس من واجب الزوجة انها تطبخ في بيتها وما الى ذلك تتحول الامر الى ترند وبتقرى ان ده تفريد للموضوع من اهم بالعكس ده موضوع مهم جدا لكن السؤال هي اللي عاملها ترند ولا المواقع اللي عاملها ترند ولا جمهور السوشال ميديا اللي عملوا ترند لانه وسط ديئة ونص الانا فلان او علان دي في ساعة ونص كلام خليني اسمع اجابة فسد محمد لانها تبقى تفصيلية شوية بعض الفصل سمع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم افقام ونجوم افقام تي في اذا عدنا وصلنا للمحطة الاخيرة في حلقة اليوم لدي اقوال اخرى مع كاتبنا الكبير الاستاذ محمد عبد الرحمن وكتابه عن مدينة المليار رأي عن وسائل التواصل الاجتماعي وامردها العصبية والنفسية والاجتماعية والثقافية التي امردتنا بها خلال الفترة الاخيرة والسلامات الاخيرة من الاستخدام السيء والمعيب لهذه وسائل التواصل الاجتماعي لكن وحنم نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي كلمة وحلع عنوان الاشهر وكلمة trend وكنت بسأل السيد محمد عبد الرحمن على أنه تريند مسؤولية من؟ من يقتطع ويكتزق وهو قايل في فصل بالفصول على الاقتطاع والاقتزاء ده يعني كلام مهم للغاية ويتعامل مع نص طويل سواء شفاهي أو مكتوب على أنه توقف عندي ده فيروجه البعض طب صاحب الرأي أو صاحبة الرأي ايه مشكلتها يعني ايه زنبها في الناتريند؟ هو طبعا معظم أصحاب الرأي بتظلموا لو هو كان موضح ده وده مش موضح في الديزاين اللي اتعمل. انا لما بلقى تجربة اعلام كان شغلينه كله لينكات. اعلام ده موقع متعبايز طبعا للمستاذ محمد ويشرف عليه. من ست سبع ثمان سنين كان لينكات وكان شغلين أكتر عن لينكات. لكن احنا دوقتي بقينا عاملين زي سيادين السمك كده بنرمي للسنارة نشوف الجملة دي لو متكاملة على بعضها وينفع تتحط في تصميم بنحطها في تصميم أكتر. انا انا بقول للمحرقين عندي ما تختصرش لدرجة ان انت تسيق. لكن مش كله بيعمل كده. واحنا احيانا بنوعه في ده. انا كان فيه مواقف قريب ان كان فيه تصريح لفنان امير كرارة عمل ضجة كبيرة. انا بعد ما لقيت انا فجأة بنلاقي التصميم بدأ ينتشر. فانا رجعت تاني رجعت للمحرر ترو. قال نصا ولا لا. لاني واحد بيقلق. ان احنا نزل محد بسبب جملة اتشالي. لكن اللي بيحصل انه للأسف الصحافة. وانا لا اعافي نفسي يعني بتتعامل مع التريند بطريقة اه انتهازية. انه فيه ناشطة طلعت قالت اه اه الست مش ملزمة بكذا كده. فبيتخد الجملة دي بس. وبيتم اختصارها الى ان الست مش ملزمة باي حاجة. بيبدأ ناس تطلع افهات. بس حقيقة الامر الست مش ملزمة. يعني مرضو شرعا وفقحا وفي كل ما انه السيدة ليست ملزمة. انها تعمل في البيت. وده يعلي من قيمة ومكانة المرأة في الفقر والفكر الاسلامي. ويدلي للمرأة مساواة مع الرجل. خصوصا في الواقع اللي بيخلي الرجل الذكوري يتعامل بمنطق اكنوسي اكسيلي ويطالبها. فده ليه يتم التعامل معها لانه تحقير او انه تهنين. ده للناس اللي اللي فاهمة. وانا متأكد ان فيه رجال مصنين كتير جدا بتدي المرضاتها الحق ان هي تتريح وان هو هي ساعدة وكل حاجة وده احنا بتشوفه. بس فيه مجموعات تانية بتبقى عادة منتظرة. هذا النوع ممكن تكون مختلفة مع النشطة نفسها. ممكن تكون مش عجبها حاجات معينة في قراءها السابقة. فبتطبع عليها ده. صحيح. وبيبدأ بقى الناس عايزة تشتغل. احنا زيها حاجة اي اي قضية رايعة من الناس بتشتغل عليها. فبيرفع سبعة التليفون وبيكلم شيخ. فبيقول له لا استنتموا الزمن. فبقى ده قدام ده. والناس بتخش. لا. ما فيش اي شيك يضر لنا ملزم. يعني هو ده اللي بيحصل في اي نوع من انواع الخلاف. اه. اه. بس ده كويس. ده يثير علاقتنا بمساواة بين الرجل والمرأة. علاقة الزوج بالزوجة واحترامهم لبعض. المهام في المهام. برضو ده ترند ايجابي. ليه التعامل معه لانه هو ترند سلبي. هو مش ترند سلبي ولا ايجابي. هو ترند بيعمل صخب. المهم ما يبقى منه. احنا مشكلتنا فعلا ان احنا مازا يبقى بعد الترند. هل فعلا في حد بيغير من يزهب جفاء. يزهب جفاء. اه يزهب جفاء. يعني هي دي الفكرة. وان احنا بعد كده. آآ للأسف في بعض المشاهير نتيجة ترند سلبي بيفضل يطردهم سنين طويلة. يعني بعض الممثلين يكون دول مش موفق فيه او اي حاجة. آآ. يفضل الناس بتعلق له عليه حتى لو هو وفق. مع ان ساعات بنلاقي انه التعلاقات الايجابية رجع التاني. اما للسلبيين راحوا فين ريتا راجعوا. بس ببقى فيه نسبة دايما موجودة. الناس على السوشيال ميديا ما بتنساش. عكس ايام الصحافة كان ممكن موضوع يتلموا وينتهي وما حدش فكرنا به تاني وخلاص راح في الارشيف. مفيش ارشيف على السوشيال ميديا. هي دي هي دي المشكلة. لكن انا لا اعفي. معقول يا مفيش ارشيف ده احنا بنلاقي ناس جايبها فيديوهات من سنين فاتت. اه مفيش ارشيف منسي. اه انا قصدي كده. ان الارشيف لا ينسى. احنا لا احنا كان ممكن تبقى في قضية تقص الممثلة مسلا سالة تلاتة وتسعين فيها حرج معينة او حاجة خلاص اه في الفين الفين وواحد يعني انتهت الموضوع ده. خلاص الجرائد تجاوزته مش اقدر تقدر هي تقول للجرائد ما تجيبه سيرة الموضوع ده تاني. على السوشيال ميديا حد يروح يجيب برينت سكرين للخبر اللي كان نازل سنة وتسعين ويجدده كل شوية. دي مشكلة كبيرة. حلها ايه? حلها ان الناس لا تتجاوب مع اي شيء. لا 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 يعني الناس بتشتكي من الفيك وتشتكي من الشخصات الفيك. وهم بيتعاملوا مع معلومات معلومات مزيفة. ومش قادرين ازاي تخطوها. وده برضو هيرجع لفاصل الفراغ انه قلل الوقت اللي انت بتعوده على السوشيال ميديا هتلاقي نفسك بتقلل التورد في مثل هذه الامور يعني. ده الحل. ده الحل. الترشيد وقتك على السوشيال ميديا. هو بس عشان بس ابقى الفصول برضو كان فيه الانتحال وفيه الاستلاب وفيه التقنع. الناس اللي دخلها بقناع معين. وفيه شخصية الظل للناس اللي دخلها كرهة كل الناس المهمة. فدخل مستعدة انه يشويه لانه محدش هيجيبه. لكن الاعتدال الرقمي هو باختصار. هو طبعا كال نيوبورت اللي كاتب الكتاب. بيقول الاول قعد شهر بيد عن السوشيال ميديا تماما. وده مهم على فكرة ان احنا نعملهم. ماسك يا جماعة. رجع العشب شوية يعني. وبعدين لما ترجع شوف ايه الاكاونتات اللي انت ما كنتش محشاك او مدايئك توقف عنها. وارجع بقى اشتجدم ده بالتدريج. لازم بتاعنا نفسه يختلف. وده بقى الدكاترة بيقوله ده. وده ليه بيقول احنا الموضوع ممكن. يعني انت روحت اي دكتور لتقول انا عندي مشكلة في التركيز هيقولك. خليش الموبايل معاك قبل ما تنقل. طب يبقى ازا اللي بيحصل. الفراج ده مرض رقمي بقى. لان هو بيأثر على بيعمل مرض عضوي يعني. فان انت تنقي الحسابات اللي انت عايزها. مش لازم تبقى موجود على كل الحاجات. الموبايل بيديك مؤشر. ممكن هتقعد كم ساعة. فممكن تقول انا هعود. طبعا انا بتخطهم. انا عامل نفسي كمس ساعت على واتساب. يعني. فعلا ببسط لما بيعدي كزا يوم. ما بيجيليش ان انا الساعة عشرة. عديت الخمس ساعت. فمعناها ان انا من عشر الاثناشر هعود ربع ساعة او نص ساعة زيادة. لازم تنقية الحسابات بقى. مش بالطريقة بتاعت انا هشيلي الناس وكده. لو لقيت حد بجد بيعمل طاقة سلبية كتير. بتعمل له انفولو. تابع الحسابات اللي. احنا عندنا مشكلة ان احنا بيبقى في حسابات بتضايقنا. ومش عارفين نعمل لها انفولو بننسى. فبتفضل تطلع لنا. لازم الناس تتعود على ده. العكس بقى صحيح. شخص ما انت حبيت قراءه. اعمل له فولو عشان كل شوى هو اللي يطلع لك وما تطلع لكش الحاجات السلبية. يعني انا في ترندات والله بتبدأ وتخلص. وانا ما بحسش بي. انا بب حررين يا جماعة. هو فلان قال الف مين. يعني يعني. بس البعض ممكن يعتبر ده وكأنه كل واحد بيدخل نفسه جوه دائرة او فقاعة انا زمالكاوي. فكل اللي حوليها زمالكوية. ومش عايز اسمع ولا ارى ماذا يقول الاهلوية. والعكس صحيح. فكل واحد مننا يدخل نفسه جوه فقاعة. فانفصل على الواقع في حقيقة الامر. هو اول انفصل على الواقع ده موجود في الامرات الرقمية. اه. بس ده كده رقمي فكري. احنا بنتكلم عن انك بتعامل ناس بفكر معين انا لو زمالكاوي اكيد في ناس ليه اصدقاء اهلوية لازم هتابعهم حتى لو بيستفزوني وقت المنشاط. لكن ما بقاش انا بقى داخل في الصفحات اللي هي العنيفة بتاعت الزمالك اللي هي تخليني قاعد حاسس بالغضب طول الوقت. وانا شايف ان انا مفيش حاجة تكبرني ان انا هاجم العيب بألفاز قاسية مثلا على السوشيال ميديا. فلو في حد بيعمل كده انا اتوقف عن متابعته. فاذا هو هو يعني جيته بس جيته هدفه التخلص من السلبيات. يعني انت محتاج ادرا ورشادة وفطنة ويعني قدرة على. واستجدام الوقت فيما هو يفيد. وهو ده المفتاح الحقيقي يعني ما هو يفيد بالفعل. هذا الكتاب مفيد للغاية وجدا. نشكر السيد محمد عبدالرحمن عليه وعلى هذه الحلقة الممتعة. والتقي بكم بإذن الله في الاسبوع القادم لدي اقوال اخرى. اشتركوا في القناة